نرحب بالدكتور عبداللطيف كاظم أخصائي تغذية دكتور عبداللطيف مرحبا وصباح الخير وكل عام وأنت بخير مرحبا بكم وكل عام وأنت ألف خير ولجميع شعبنا العراقي عام مليء بالأفراح والمسرات إن شاء الله إن شاء الله يعني اليوم نستغل وجود حضرتك ويانا نتحدث عن هذه الانتقالة ما بين أو من الصيام وربما هناك من استغل الصيام لترتيب العادات الغذائية وهناك فترة صيام طويلة وعيد الفطر تصير الهجمة على الإكلية وعلى البقلة وعلى كل ما يحمل من أمور تأذي المعدة صحيح هذا الموضوع وشلون الوازن؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الفضيل هو شهر الله سبحانه وتعالى فرض على جميع المسلمين لغايات صحية مهمة تفيد الإنسان طبعا من خلال الشهر الفضيل على الإنسان وعلى الصائم أن يكون ملتزم بوجبات الفطور ووجبات السحور طبعا هناك أغذية طبعا هو شهر رمضان أصلا فلترى الجسم الإنسان ولطرد السموم من الجسم خلال أكل على مدى دع الشهر تقريبا فإحنا للأسف طبعا في شهر رمضان نضع على الماء إذا ما لذ وطاب ونأكل أكثر مما الله سبحانه وتعالى فرض علينا من قال صوموا تصحوا فالأحاديث النبوية الشريفة دائما نتأكد على هذا الموضوع فالصيام هو جانب روحي وإنساني وديني وشرعي وصحي في آن واحد لكن احنا في الوجبات الإفطار اللي نضعها على الماء إذا نضع كل شيء يفترض بالإنسان أن يأكل يبدأ بالماء وبفردات من التمر أعداد فردية وبالإمكان نصف كاسة من اللبن ويتوجه إلى الصلاة بعدين حتى المعدة تتهيئ لاستقبال الغذاء لأن حتى طريقة شرب الماء احنا للأسف نجي على المائدة وصايمين وعطاشة ونجي نشرب لك القلاس ونجرة جرة واحدة هذا أكبر خطأ لأن هذا الماء ثقيل والكبد على فترة عدم استقبال الماء طيلت يوم كامل 12-16 ساعة أو 17 ساعة فيحتاج أن تشرب الماء على دفعات فقد يكون الناس التزموا بهذه الجوانب المهمة والآخرين لم يلتزموا ولكن حتى الماء اللي من تشرب أنت دفعة واحدة سيسبب قد تليف في الكبد ويكون ثقيل وبعدين إذا ما تأخذ تنفس يعني من تشرب الماء يجب أن تأخذ تنفس ليش؟ خاصة لمرض السكري لأن اللي يعانون من مرض السكري من يجر تنفس من خلال دفعة الماء أو نقول كمع ومية شربه ويجر نفس راح يضطي أنسولين ويتنظم السكر عنده في جسمه بالسحور طبعا بعد ما تكمل تتصلي وتكمل تكمل وجبة لا تكون ثقيلة لا تكون مليئة بالدسم لا تكون طبعا صحن كبير حاول تخلي الصحن الصغير وتأكل على راحتك لأن انت قضيت فترة الصلاة حوالي 24 دقيقة وبالإمكان تجي تكمل الوجبة الرئيسية ما بين الفطوري والسحور نحن حقيقة أننا لا مستمرين بالأكل وهذا كبير خطأ يفترض أنت بعد ساعة يجب أن تشرب الماء لأننا فقدنا السوائل طيلة فترة النهار على مدى 16 ساعة ونص تقريبا والجسم طبعا الذي يحتاج المياه ما فقدته أنت من السوائل حتى لأن تقريبا أكوناس تشتغل طيلة نهار رمضان فرح يصير عدم جفاف في عوضها بالماء فمنطلوب من الصائم كان يفترض يشرب من الفطور إلى السحور حوالي لترين إلى ثلاثة ماء دكتور حضرتك أثرت نقطة هناك يعني من يدعي أنه الصيام يسبب فشل كلوي خصوصا في المناطق الحارة واللي يعني ساعات الصيام فيها طويلة كيف نرد على هذه الادعاءات طبعا مرضى الكلا الله يشاف فيهم إن شاء الله طبعا قبل ما يصوم أن يستشير كان الطبيب الطبيب الأخصائي يستشير هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى يعني ليس على المريض حرج بهذا الموضوع ومن كان منكم على سفر لكن هناك حتى الأصحاء وهناك من يستغل هذه الفقرة تحديدا وأنه الصيام يسبب للشخص السليم يسبب له فشل كلوي وجفاف طبعا هذه مقولة خاطئة أنصوموا وتصحوا نعم وكتبوا عليكم الصيام الله سبحانه وتعالى قال كما كتبوا عليه يعني شهر مفروض على كل مسلم بس بشر يقلل خاصة لعانون من مرض الكلة ومرض ارتفاع ضغط الدم من شرياني عليهم دائما أن الأملاح يقللوها لأن الأملاح تسبب حبس بالسوائل وتسبب لك متاعب بس طريقة تناولك للسحور يعني حتى عنده حالة بالكلة التهاب أو حصو حاول ياكل سلطات وخاصة الخس والاخيار لأن تحتوي على مي وياكل الشغلات الخفيفة البعيدة عن الدسم وبعيدة عن العطش يعني ما يشرب لا شاي ولا قهوة ولا مشروب غازي لأنها بها مادة الكافين ومادة الكافين تدرر وراح تسبب تنشف بجسم الإنسان يعني الجسم راح يحتاج إلى سوائل فالمحاذير طبعا اللي يلتزم صحيح بوجبة السحور ما يشرب شاي ما يشرب قهوة ما يشرب بمشروبات غازية وياكل أكلات ما تعطش يعني غير مملحة بشكل صحيح راح يقدر يكمل النهار ببضع طبيعي جدا نعم طبعا دكتور عبداللطيف كل عام منتب خير وصباح الخير دكتور عبداللطيف يعني اليوم كل عام منتب خير اليوم أول أيام العيد وفطرنا وتريقنا الصباح القيامر والكاهي وأكلنا كليت زين إذا أقول لك أنه أنا سويت كل هاي الأشياء بس ما راح تعشى بالليل شو تردني طبعا هذا بس من المستحيل طبعا نظرة للغذاء بالعيد يعني بالعيد يجب أن الإنسان يفكر أكو كان شهر رمضان أكو برنامج غذائي كان متبعة طبعا وقت السحور ووقت الفطور راح يتغير فكان يفترض بالإنسان بليلة العيد أن يأكل خفيف مثل موعد السحور اليومي ويجي أمو كان ما يفطر في ساعة السابعة والنصف تقريبا يجي الفطور الأولي يصير ساعة 12 ونصف مثلا ويأكل خفيف وأكثر ما يأكل أكلات خفيفة بعيدة عن الدسم ما يتقرب على الحلويات أول يوم بالسرعة ولا يأكل المكسرات لأن تقريركم كان حقيقة بملاحظات قيمة جيدة جدا فالسكريات هنا راح تزيد الوزن وراح تسبب متاعب لأن من خلال الأكل الدسم تدري اللحوم وأسماك والدجاج والرز والأكل يقول لها كانت صائم أريد لا هذا أكبر خطأ يعني من خلال منبر شاشتكم الكريمة على الصائمين اللي كانوا صائمين اليوم فطر أن يحاول يخفف الوجبات الغذائية بالتدريج ويصعد للأكل المثالي للأكل المتوازن يعني مو أنا من أقول اليوم تأكل خفيف وباشر راح تأكل لا هو جسم الإنسان يحتاج توازن بالغذاء توازن بالغذاء يجي من خلال الكاربوهيدراتي اللي هي مصدر الطاقة ومن البروتينات اللي هي تبني الأنسجة مصدر لبناء الأنسجة والخلايا والعضلات وللفواكه والمعادن والسوائل هذا المطلوب غيره لا يجوز لأن المكسرات من تأكلها والحلويات أنا أعرف قاعد على التلفزيون عشر أشكال من المكسرات خمسة أشكال من الفواكه خمسة أشكال من الحلويات إضافة للإكليتش وغيرها تقاليدنا الإسلامية والعراقية اللي احنا متعودين عليها فيجب على كل إنسان كان صائم عليه أن لا يسترع بتناول وجبات الدسمة وعليه أن يبدأ بالتدريج طيب هاي بالنسبة للناس الأصحاء اللي ما عندهم مشاكل اللي الناس اللي أصلا عندهم ضغط وسكر وكانوا صائمين الآن أيضا هم بحاجة إلى تعويض لكن بطريقة معينة كيف تنصح هؤلاء المحتاجين بهذه الطريقة من السكريات المحتاجين إلى أشياء تخص الضغط لربما الموالح أنه يبتعد عنها إذا ما كان ضغط مرتفع وغيرها من الأشياء نعم بالنسبة للي يعانون من أمراض ارتفاع ضغط الدم وأمراض المزمنة بشكل عام والسكري وارتفاع الكوليسترول ومنها انتهاب المفاصل يعني كل الأمراض اللي يعاني منها إحنا في هذه المرحلة اللي بعد بعد صيام دم ثلاثين يوم أو تسعة وعشرين يوم علينا أن نبدأ أن نأكل الأكلات الخفيفة قلنا وبعدين بالنسبة للمرضى اللي يعانون من أمراض مزمنة أن ما يتوجه على المكسرات المملحة يعني الكرزات طيبة بس خالي أكل خاصة بالنسبة بارتفاع ضغط الدم علي أن يتناول اللوز بكثرة اللوز اللي غير مملح يعني الغير يعني ما محمص ويحاول بطريقة معينة مهمة جدا حتى لا تتعبسنانا هو قد يكون كبير بالسن يحاول ينقع اللوز على مدى ست ساعات ورح ينتفخ شون ينقع الحمص فرح ينتفخ ويكون سهل لهضم الذب القشر ماله يقدر يأكل 15 إلى 20 حبة حتى تسد رمقة من الغذاء الجيد لبضغط لأن اللوز مفيد جدا لبضغط إضافة لها كل الأكلات اللي ينعزم بها ويسويها لازم يكون أكله يختلف ليش؟ لأن لازم يفكر يأكل حوامض أكثر يعني حمضيات وليمون مع الأكل أكثر من الأملاح لأن الأحماض بها مادة البوتاسيوم اللي تحاول توازن الضغط يأكل الفواكه المهمة البرتقال والموز البرتقال والموز نسبة عالية من البوتاسيوم بها تفيد لتوازن ضغط فعليه أن يركز اللي يعاني من ارتفاع ضغط الدم يركز على الفواكه بالدرجة الأولى والسوائل يشرب مي يعني ما يشربه يا الأكل لا قبل الأكل بنص ساعة كل إنسان بس نركز على اللي يعانون من ارتفاع ضغط الدم على الريق الصباح أول ما يقعد يشرب لكاسة إلى كاسة ماء بالتدريج يعني بالتقصيد وراحة يقدر يشرب مي بالليمون هذا لبضغط الدم ليه شيئا حتى الضغط ينزل من خلال وجود الفوتاسيوم بعدين الأكلات الدسمة يحاول يبتعد عنها يتجنب الأكلات الدسمة كمرحلة أولى وبالإمكان يقدر يأكل أكلات مسلوقة وأكلات مشوية منزوعة الجلد خاصة بالنسبة للحوم والدجاج يكثر من الخضروات الخضروات ماشاء الله موجود أكثر بلد عربي به خضروات يقدر يأكل الكرات المعدنوس الكرفوس الرشاد كل هاي الأكلات مهمة جدا إلي إضافة إلى ذلك طبعا من يأكل يأكل باعتدال وكل الأكل بالاعتدال صدقني ما راح يسبب بشاكل للإنسان لا للي عند أمراض مزمنة ولا للي ما عنده أمراض هذا اللي عنده ضغط طيب مريض السكري الآن يعني أتصور هو اللي يعني يعاني أكثر بالنسبة المرض السكري مرض السكري يكون نوعين طبعا النوع الأول اللي يتعاملون لطبائبي بالأنسولين والمريض والنوع الثاني نسمي مرض سكري شيخوخة سكري شيخوخة بإمكانك بإمكانك تسيطر عليها من خلال الحمية الغذائية لكن الحمية الغذائية يجب أن تدخل عدد من السعرات الحرارية اللي هي تنفعك ما تصعد سكرك يعني مثلا ما يجي يشرب لقلاس بيبسي لقلاس البيبسي 200 خلنا نقول كوب 200 مل بحوالي بمئة سعر حرارية مئة كالوري يعني هاي السعرات الحرارية اللي يزيد رح ترفع السكر عنده وراح تزيد للوزن ومنزاد الوزن يعني ما معناه السكر رح يصعد فإحنا نوصي مرضى السكر حتى الدايت ما يتقرب عليه صحيح ما بيسعرات حرارية بس بمواد حافظة تأثر على صحته للمستقبل والضحف من جهاز مناعته اللي هي كريات الدم البيض جميل فعليه دائما الحلويات بالإمكان يأكل تمور إذا يعجب حلاء يأكل أعداد فردية 3-5-7 شلو فرق التمر عن بقية الحلويات نعم شلو فرق التمر يعني عن بقية الحلويات من ناحية علمية نعم نعم التمر والعسل والدبيس السكر البيه سكر أحادي لير مكرر السكر الأحادي يعني بيه فوائد يعني التمور بيه بوتاسيوم بيه كاليسيوم بيه مغنيسيوم بيه معادن كامل على صحة الإنسان إضافة لهذا يخلي دائما الإنسان يعني بمزيد من الألياف الألياف دائما الموجودة بالتمور والفواكه من نقول الألياف الغذائية الألياف الغذائية هي تسحب الدهون الزائدة من جسم الإنسان والسكريات الزائدة من جسم الإنسان جميل دكتور فالحلويات لا يطمع بيها ممكن يا كل حلويات بيت حلويات البيت طبعا أفضل أنا أشوفها من حلويات معترامنا للمصانع والمحامل وحلوياتك ممتازة جدا بس هي مليئة بالدهون والسكريات نعم فعليه دائما أن يتجنب الحلويات اللي يجيبوها من مصانع الحلويات جميل دكتور عليه دائما بالإمكان الصباح يأكل خاشوقة دمس خاشوقة عسل تمور بالأعداد الفردية حتى تتحول إلى كاربوهيدرات ويستفيد منها على عجالة نصيحة للعوائل بالنسبة لأطفالهم يعني العيد هو فرحة للأطفال أكثر شي وهذه الهجمة راح تصير على الحلويات والسكريات والشوكولاتات والشوكلية والحامل وكل شي فش ننصح الآباء والأمهات من ناحية غذائية ينتبهون على أطفالهم بأيام العيد طبعا وصيتنا للعائلة الكريمة من خلال منبر قناة الفلوجة الكريمة دائما أن ينتبه يحاول يثقف ابنه خاصة قبل بيوم العيد إذا كان صايم أو ما صايم يقول ابني راح كل شي راح لأن جيبك مليان فلوس فالبيبس يحاول لا تتقرب عليها لأن يسبب لك أمراض يسبب لك تعب بالدماغ هشاشة بالعظام يأثر على جدار المعدة فابني لا تشرب ممكن تشرب لك مقدار نصف استكان لا تتقرب عليها لأنه مؤذي هذا لأنه العلبة الببس بها عشر ملاعق سكر والطفل من يتناول السكر علبة ما معناه أن يأثرت على خلايا المخ عنده وستدمر ومن البداية يتعرض أنصح العوائل الكريمة بأن تشجع أولادها أن تعلم توكل تشبس داخل البيت تستطيع تسوي طريقة سهلة بطاطا شرائع خفيفة مع زيت النظيف والأمين وما بها موات حافظة وفريش تاكلها بعدين التشوكلية مليئ بالأصباغ والحامض حلو نسميه هذه الأصباغ طبعا بيها أضرار على الطفل وتأثر على صحته لأن بيها ألوان والألوان الصبغية هذه الألوان الحمرة والصفرة هذه مو صحية على الجميع طبعا فكيف الطفل يعني حتى الكبار يعني حاول أوكل ككو طبيعي حلاوة مال ككو بالبيت أقول لها بيها فوائد هذه قويك فإذا تريد الصيف صحتك زينة أكل من هاي أو أسوي له سلطة فواكه يأكل الطفل يأكل لا يقول لها كان يا أبو يأكل لا بس الأب دائما يكون مركزي بالبيت ويوجه الناس يقول هذا الأكل يأثر ويزيد السمنة ويسبب متاعب في مقتبل الأمور فعليكم أن تبتعدوا عننا كل المصاص ممصاص كل هاي الشغلات مضرب أطفالنا يا أخوان لا الطفل يزعل وتريدون تردور ويشترون علبة بسلع أو اشتري لكاكا ومن هذا الصناع حاول أنت ترتب وضعك وتشجع على تناول الأغذية الصحية السليمة حتى تطمئن على ولدك ويكون جهاز المناعة قوي جدا عود على الفواكه عود على شرب الماء عود على الأشياء الطبيعية وإن شاء الله كل أطفالنا في مأمن وبعيدين عن كل الأمراض إن شاء الله شكرا لك دكتور عبداللطيف كهذا مخصائي تغذية نورتنا بكل هذه النصائح نتمنى أنه يعني يتنورنا في حلقات وتغطيات أخرى حتى أنظل ننصح الناس ونرشدهم إلى التغذية السليمة شكرا جزيلا لك كنت معنا بالصوت والصورة شكرا مرة أخرى